أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة والسادسة تحياتي لكل جمهير نادي الأهلي ومبروك مبروك إنجاز جديد بيحقق نادي الأهلي على المستوى العالمي برونزيت مونديال العالم للأندية اللي حققها نادي الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه والمرة الثانية على التوالي واحد مبروك للأبطال مبروك للجمهور للعب دور كبير جدا وبيزبط في كل مناسبة الحقيقة أنه واحد من أفضل جمهير العالم وأنه دايما حاضر في وقت الأزمة ودايما حاضر في وقت الشدة وأنه اللاعب رقم واحد في مشوار النادي الأهلي اتنين الأهلي الحقيقة بالإنجاز اللي حققه في بطولة العالم للأندية رد على كل من انتظر سقوط البطل والحقيقة كانوا كتير جوه وبرا والحقيقة كان فيه أسباب ومبررات كتير جدا تتوقع أو تقدر تربط بينها وبين عدم قدرة النادي الأهلي على تحقيق إنجاز في ظل ظروف صعبة بال بين قصين تكاد تكون مستحيلة تعرض لها النادي الأهلي قبل مشوار بطولة كاسعام لليابان ورغم للأندية في الإمارات ورغم كده الحقيقة الرجالة كتحضرة من بداية البطولة لغاية ما فرحونا مبارح بتجاوز نادي الهلال بطل أسيا والمملكة بفوز وهزيمة ثقيلة جدا 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 في مباراة للأسف تقال عليها قبل كده أو مواجهة تقال عليها قبل كده أنه الأهلي بيهرب من مواجهة الهلال وقد كان الرد في الملعب بهزيمة قصية جدا جدا لنادي الهلال السعودي بربعية هي الأكبر على مستوى نتائج النادي الأهلي في المونديال ومعارض الحقيقة أكتر من رائع في ظل وجود غيابات عديدة جدا وتأثر معظم النجوم بمجهود كبير جدا بوزل على مدار الفترة الأخيرة تتكلم على غيابات بحجم فريق كامل وعناصر أغلبها يمكن أساسي شناوي قول أكرم قول بدر بنون معاهم أيمن تتكلم على بيرسي تاو تتكلم على صلاح محسن تتكلم على حسام حسن تتكلم على مجدي أفشة تتكلم على عمار حمدي والقائمة تطول وتطول وتطول ورغم كده الحقيقة النجوم مأثرتش من البداية للنهاية من منطري للهلال ولو كان معانا التوفيق وشوية شجاعة في الخطة والتكتيك كان ممكن جدا نكون بنلعب المباراة النهائية قدام شلسي ولكن الحقيقة مباراة مباراة تطمنك على اللي جاي وانت بتقفل صفحة الهلال السعودي بتفتح صفحة الهلال السوداني وقبل ما تكلم على الهلال السوداني وبدأت مشوارنا في بطولة دوري الأبطال خليني أقول لحضراتكم أنه النادي الأهلي في خلال فترة أقل من أسبوعين بيقابل أبطال من ثلاث قرات مختلفة البداية كاتمنتري المكسيك بطل الكونكاكاف مرورا بالهلال السعودي بطل أسيا والسعودية ووصولا للهلال السوداني بطل السوداني اللي إن شاء الله بإذن الله نقابله الهلال الجريح مباراة لن تكون سهلة بكل المقاييس الهلال اللي بدأ مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا بخسارة أول ثلاث نقاط أمام ماليدي سانداونز وبالتالي المباراة اللي جاية هتكون صعبة جدا في مواجهة الهلال والهلال في ملعبه الحقيقة فريق مش سهل على الإطلاق لكن إن شاء الله المستوى طبعا هدف السلية العالمي الأهداف كلها ملعوبة وهدف عبدالقادر وعبدالقادر محتاج شابتر لوحده محتاج فصل لوحده نتكلم عليه لأنه أنا بشوف الولد ده مش مستقبل الأهلي بس لكن مستقبل الكرة المصرية حط إمكانيات وقدرات ومهارات عبدالقادر في كفة حط عليها عقلية زي لعب المنتخب المصري وليفر بول محمد صلاح ابننا وبلدنا ابن بلدنا حط الموهبة والعقلية دول في كفة واحدة عندك واحد من أجمد وأحسن وأفضل لعيبي العالم بس طبعا ده محتاج شغل كتير مش بالكلام بس لكن عبدالقادر مبشر جدا واعد جدا ابن النادي الأهلي شخصية الفانيلا وروح الفانيلا الحامرة والحقيقة كان من أفضل لعيبي الأهلي فيه مش بس في المبارادي لا أنا بشوف كمان من أفضل لعيبي النادي الأهلي في البطولة واللي جاي بإذن الله يكون أفضل وأحسن هنحتفل أول نحتفل ونفرح ببرونزية وبالمناسبة الحقيقة إنجاز لابد أنه يحسب لمستر موسيماني قول زي ما تقول اختلف زي ما تختلف حاجات كتيرة جدا ممكن تخد على الرجل لكن الرجل الحقيقة أثبت أنه مدرب من العيار التقيل عنده قدرة كبيرة جدا وخصوصا في المنافسات القرية والدولية عنده قدرة كبيرة جدا عن أن يكون حاضر على كل المستويات تبتكلم على إنجاز لم يحدث ومن الصعب أنا بشوف من الصعب جدا أنه حد تاني يكرر إنجازات موسيماني مع النادي الأهلي تتكلم على اثنين دوري أبطال أفريقيا وربعا تتكلم على اثنين سوبر أفريقيا وربعا تتكلم على اثنين برونزية في مونديال العالم للأندية وربعا وده إنجاز يستحق أن نحن نوجه تحية شكر وتقدير كبيرة جدا للمدير الفني للنادي الأهلي مستر موسيماني واللي جاي من كلامه أفضل اللي جاي من كلامه أنه مش مبسوط ومش حاسس على الرغم أن أنا بشوف وبتفن معاه في جزئية أن يمكن ده الإنجاز ده يكون أفضل إنجاز حقاقه النادي الأهلي في مشاركاته كلها في بطولة العالم للأندية رغم أننا حقاقنا للبرونزية صحيح مرتين قبل كده وواحدة منهم على حساب بطل أمريكا الجنوبية والبرازيل لكن الإنجاز الأفضل والأصعب هو الاتحاق السنادي في ظل ظروف وغيابات وعدم قدرة على التحضير للمطولة بالشكل الأمثل وعدم جهزية قول 50 أو 60% من قوام الفريق الأساسي نتيجة غيابات نتيجة إصابات نتيجة مشاركات مع منتخبات رغم كده الأهلي يوقف على رجله وقدر أنه يتخطى بطل مكسيك ويتخطى بطل أسيا عشان يكون تالت مونديال العالم للندي مبروك مرة تانية الأهلوية من حققك تفرحوا لكن أبطالنا ما عندهمش وقت يعني بعد راحة يمكن هتستمر لمدة 24 ساعة فيها كمان رحلة صفر قبل ما نسافر ونستعد الرحلة تانية إن شاء الله للسودان يوم الأربع اللي جاي بنفتح صفحة دوري أبطال إفريقيا ابتداء من بكرة إن شاء الله الفرقة ترجع مرة تانية للتمرين